اشتركوا في القناة ممكن واحد يشتهي عربية اخر موديل اكيد برضو مش محتاجة شرح لكن شهوة روحية لازم محتاجة شرح لان احنا للاسف بعاد شوية عن الفكرة مع انها فكرة مهمة اوي وتميز المسيحيين مش موجودة بقى في غير المؤمنين عموما الانسان اللي معندوش الروح القدس معندوش الحتة دي خالص فاحنا ما نفعش نقوله الموضوع ده لبشر طبيعيين يعني انتوا فوق الطبيعي لان انتوا ناس روحيين ناس جواك وروح الله هبتدي بقى قوال الاباء الاول عشان اوريكم الاباء القدسين اللي عايشين بالروح اتكلموا في الحاجات دي كتير وعبروا عنها كتير لكن هننقل كلام عملي بعد كده اولا ابا انتونيوس ويقول ايه يمتلئ الذين يعرفون الله بكل انواع الافكار الصالحات وباشتياقهم هيدي شاو باشتياقهم يزدرون بالارضيات يعني الناس بتعرف بنا افكارهم نظيفة قوي وعندهم اشتياقات تخليهم الدنيا صغيرة في نظرهم او تفتكروا ان واحد يعني عامل مجهود قوي من القدسين عشان يرمي الفلوس اللي معاه لا ده هو بيسيبه هو فرحان مش تعبان خالص لانه وصل الاشتياق اخر ما خليه الموضوع ده بالنسبة له مالوش اي سعر عنده ولكن مثل هؤلاء الناس نادرا ما يرضى الناس عنهم فعلا الشخص الروحاني ده تلاقوا الناس بصين له انت كئيب يا اخي يعني نيجي نكلمك في اكل مش فارق نيجي نكلمك في فصحة مش فارق نكلمك في كرامة نكلمك في لبس اخر موديل فيبصوله كأنه كئيب هو مش كئيب على فكر هو سعيد جدا بس اللي بيسعده حاجة تاني غير حاجات اللي بيكلمه فيها الناس فساعات الناس تبقى مش ردي عليهم لانه بقى شخص غريب بالنسبة للدنيا حتى كثير من الاغنياء لا يقفون عند حد كراهيتهم بل يسخرون منهم ويزمونهم بتلاقي واحد مثلا سايب شغلة بفلوس عشان يخدم الناس بتقول انت غبي انت مجنون ويسخروا منه انت عبيت حد يطول يبقى مرتبه كذا ايو حبيبي بس هو شايف حاجة تانية شدها شايف ان خدمة الناس اجمل واغلى عنده شهوة يدي بقية عمره مش للملايين اللي بتتخزن لالفات تخلص هي دي شهوة بس كم واحد بقى عايش الفكرة بالنسبة للناس ده طبعا جنون قولة اخر للقديس اغسطينيس يقول ان اردت ان لا تمتنع عن الصلاة الصلاة الدائمة دي وصي لا تكف عن الشوق اليها فالاشتياق واستمرار الصلاة يعني ايه يعني حاول توصل يبقى عندك حاجة اسمها شهوة الصلاة الدائمة اشتياق للصلاة الدائمة اشتياق تبقى مشتاء يعني مستخسر انك تقعد ساعة ما تكلمش ربنا احنا كلنا لسه بنصلي شوية ايه تأديت واجب يعني برضه عشان الضمير يهدر شوية وعشان ما تروح لقى باعترافك تبقى مؤدب لا بصوا ده كله مش ده اللي ربنا عاوز في فرق بين واحد بقى وحشه ربنا عاوز كل شوية حكي معاه يبقى لو عاوز توصل للوصية العظمة دي صلوا بلا انقطاع مش هتوصل لها ابدا من غير اشتيا التغصب ما يجبش بالانقطاع ابدا التغصب يخليك تصلي صبح وليل تفتكر ربنا كلكم ساعة بالزاقة لكن عاوز تبقى في حالة صلاة دائمة ده لازم تبقى وصلت الحات تتشه وتتصر قولة اخر لزهبي الفم يقول ايه متى رأيت انسانا محتاجا الى شفاء روحي او جسدي لا تقل في نفسك ان هذا من عمل فلان ان ينقذ من شر ويشفي فاني انا علماني وليزوج او اولاد ده بيكلم كنت على فكر يعني بيقول ايه انت شايف واحد مريض روحيا او نفسيا او جسدي فتقول وانا مالي ان كان روحيا شغلت ابونا ان كان هذا من عمل الكهنة والرهبان اجبني يا هذا لو وجدت وعاء مملوء ذهبا تقول في نفسك لماذا لا يأخذ هذا الوعاء فلان او فلان انت كنت تأكل ايديه فامي المقصود انت مستباصص ان خدمة النفوس وعاء ذهب انت بصص لها انا مالي لكن لو مطرح الشخص للتعبان ده علبة فيها ذهب مش هتقول من حق هتبقى بتجري عليها دي هنا شهوة الخدمة فهمين بل تبادر كالزئب الخاطف وتأخذه قبل اي انسان ليكون لك هذا الاشتياق بالنسبة لاخواتك الساقطين يبقى شهوة خلاص الخروف الضال او شهوة افتقاد او توبة البعيدين دي شهوة تحركك زي اللي بيجري ورا دهب وضعا في نفسك انك وجدت كنزا ثمينا جدا وهو اعتنائك بامر خلاص اخيك هو ظل الله نفسه يقول على فم رسوله انقذت انسانا من الضلال تخلص نفسا من الموت كام واحد يجري على شخص بقيد ينقذه كأنه بيجري على مليون جنيه هيخدها في ضربة وحدها محدش فينا بيفكر لان الشهوة لسه مش نطقة الاشتياق ده مش عالي اول لكن لسه الاشتياق لفلوس كتير صوته اعلى كتير كل ده لخصه القديس بولس في شعار جميل قوي جزء من الحفظ اللي عليكم الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذا يقاوم احدهم الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون يعني جسد اكله طلبات وروح اكلها طلبات بس غالبا جسدك صوته اعلى فتلاقي نفسك حابب تصلي بس حابب تتعش اكتر فتتعش كفاية فما تصليش تفعلون ايه ما لا تريدون حابب تقعد ساكت وتصلي بس الحياة حابب تجيب سيرة الناس اعلى فتقعد في قاعدة تجيب سيرة الناس وتلاقي انه حكاية الصمت والصلا دي راحت يبقى الجسد هنا صوته اعلى يستهي حابب تبقى مركز اوي في قلبك لكن يجي عند حفلة وفرح وزيارة لا تنسى قلبك ده خالص خلينا نبص في المراية الشياكة والزينة وصوت الجسد اعلى يبقى واضح ان احنا عندنا معاناة ان اكسادنا تملي علينا القرار اكتر من اروحنا وبالتالي احنا محتاجين ننمو في تكوين شهوات الروح شهوات الجسد هي ايه الاول مش محتاج اتكلم فيها كتير كل ما في العالم لخصها القديس يحن لو حبيت تلخص كل شهوات الجسد حط لها ثلاث عنوين كبار شهوة الجسد اكله شربه وزنه ونظرات بطالة كل ده حاجات اسمها شهوات الجسد شهوات العيون عاوز 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 يبقى عندي الدنيا كلها تعظم المعيشة الشهوات الخاصة بالكرامة والعظمة والقبهة والمراكز والطايتلز ها هو ده اللي في الدنيا يا حاجة تخص الجسد يا حاجة تخص الطمع والقنية والماديات يا حاجة تخص الكرامة كل البشر بيتعامله في التلاتة دول كله بيتحارب بدول بس ممكن واحدة تكون صوتها اعلام التاني في واحد مفرقش ياكل ايه بس فارق معاه كرامته قوي وفي واحد الفلوس مش غالية عليه بس فارق معاه قوي انه يكون مقتنياته محدش يجي جنبها فاذا كل ده اسمه شهوة الجسد قال ليس من الله الاب ده مالوش علاقة بربنا الحاجات بل من العالم دي لغة العالم والعالم يمضي في حد هيمشي هياخد كرامته في حد هيمشي هياخد فلوسه في حد هيمشي يحط مكدونالدس في القبر معه احتياطي مش هينفع فالعالم يمضي وشهوته اما الذي يصنع مشيئة الله فييز بتيل الامر قديس بولس حكاها بطريقة تاني في روميا سبعة اللي فاتت دي غلطة خمسة انتو خدام لازم تحفظه ودي روميا سبعة فروميا سبعة حكى خناء كأنها جواه هو طبعا من اتضاعه قال كتا لان هو من صلواته ما عادش عنده شهوات الجسد قوي بالدرجة اللي عندنا بس هو عبر عنها كإنسان فقال انا جواه اخناء ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني يعني مخي بيقول لي طبعا الصلاة احسان والصوم حلو وكلمة ربنا والخدمة لكن في حاجة تاني بتقول يا شيخ روح روح كل ونام واتكلم عن الناس وهات فلوس فهمين الفكرة ففي ناموس اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويزبيني الى ناموس الخطيئة الكائن في اعضائي كأنه بيقول بنسان بالضبط صوت جسدي اعلى من صوت الروح القدس احتياجاتي ورغباتي ونزواتي وشهواتي هي اللي محركاني اغلب الوقت مرة تانية القدس يعقوب يحطها بطريقة كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته يبقى شهوة المال تخلي الواحد يسرق يظلم يأذي من كتر ما الفلوس غالي عليه يتزحلق لو ما عنده شهوة مال اللي يسرق يسرق اللي ياخد ياخد لكن لها يسرق ولا يأذي ولا يظلم لأنه مش فارق مع الفلوس ثم الشهوة اذا حبلت كبرت بقى استويت خادت المسير بتاعها ثالث خطيئة والخطيئة اذا كاملت تنتج موت يبقى السكة دي كده اتجاهها على الموت الابدي يبقى واضح ان الكتاب اتكلم في الحتة دي بوضوح وجسم لنا الموقف انه حزبه احنا عايشين بأجساد صحيح بس مش مفروض اجسادنا اللي في الاخر عارفين ما صارت ورب هي اللي تحركنا طب روح الله اللي ساكن فينا مش اغلى ليه مش بيحركنا مفروض هو اللي يحركنا مش اجسادنا تطور الشهوة زي ما حكى الكتاب كده تبدأ بميل ميل عندي ميل للفلوس او للأكل او للجنس او للكرام ثم الميل يتحول الى رغبة ملحة الميل اقل من الرغبة الرغبة خلاص الفكرة مش راضية تطلع من دماغي بقى عاوز كرامة عاوز كرامة بأي تماغة وعاوز فلوس ثم الرغبة تتحول الى تنفيذ بقى تمارس بقى اكل كتير كرامة كتير شهوات كتير ثم التنفيذ يتحول الى طبع عايش اكل عايش ااخد فلوس عايش اعمل كرامة بيحركني طول الوقت يبقى واضح انها في نوع من الديناميكس كده بيحصل تطور داخلي لغاية ما للأسف الانسان يبقى طبعه عايش كده عايش ياكل عايش يكرم عايش يحوش عايش لهذا الغرض ويبقى مسيطر عليه الشهوة تعالوا بقى في الشهوات الروحية على فكرة كده برضه في الشهوات الروحية نفس الكلام تبدأ بميل اقول احنا بنعمله في المؤتمرات ده تكوين الميل مش اكتر ان احنا بنحاول نخلينا كلنا ننتبه يبقى عندنا ميل ميل بس انك لما تصلي مرة حلو تقول نفسي صلي يبقى الميل اتحرك او لما تخدم وترجع فرحان يا سلام لو الواحد يقضيها خدمة على طول الميل كويس تدينه لما تقرى الانجيل وتفهم وتحس كلام ربنا حلو الميل بدأ يتكون يبقى زي الشهوات الجسدية بس النحية التانية الميل بقى يوصل دي اللي مش عارفين الخطوة التانية لسه ما تحركتس عند الغالب هي انه يبقى رغبة ملحة بقى يبقى اللي وصل حتى لنمرة اتنين ان الميل اصبح رغبة ملحة بقيت من نفسك تقرى الانجيل فبتدور تروح عشان تفتح الانجيل لا ده لسه بدري حكا لانت او رغبة ملحة انك ايه توفر وقت عشان تنزل خدمة او رغبة انك وانت تعبان تسأل على شخص لانه بعيد عن ربنا مش بتعملها عشان حد قالك اعمل كده لا دي رغبة مسيطرة عليك زي رغبة الاكل عند واحد جعان انت بقى عندك رغبة ملحة في انك تعمل الحاجة اللي ربنا بيفرح بهم تالت درجة بقى هي التنفيذ هي الطاعة انك بقيت بتصلي كتير بقيت بتقرأ كتير بقيت بتخدم كتير بقيت بتيجي الكنيسة كتير ومش تغصب اللي بقى لكم بقى في الاول بتبتدي بتغصب بس احنا بنقول هنا رغبة في حد مخصوب عليه لا لا خلاص بقى في المرحلة التالتة دي انت مش مخصوب عليك تصلي ده انت مش قادر تنام عشان عاوز تصلي بقى مزاجك مزاجك انك تنزل خدمة الموضوع ما بقاش بالزق في الاول زق في الميل اللي احنا فيه ده المرحلة الاولى دي بنفضل ان زقل غاية ما تستطعم فتقول اه حلوة هو حلو كويس قول اكل حلو برضا مازي دي المرحلة الاولى لكن كل الشوية لا فيه ناس بتوصل انه عايش بس عشان يعمل الحاجات الحلو يصلي يخدم يقعد في الكنيسة يحب في الناس يقرى كلام ربنا والحاجات دي مشبعها بجد فهو مش بيعملها وهو عصر على نفسه لمونة يعني لا اخيرا تتحول انه يبقى ده طبعك دي اللي باسمها حالة القداسة حالة القداسة يا حبائي مش واحد يعمل معجزات ولا واحد يطلع له جناحات حالة القداسة ببساطة واحد اضبار مقصح بقى الروح القدس بيحركه بشهوات روحية وهو فرحام بيها وماشي معاها طول الوقت فلا يجبعه الا كل ما له علاقة بالله الاكل اي اكل اللبس اي لبس الكرامة تيجي او ما تجيش زيها زي بعض خلاص كله مرض زي صح وما الايه اللي فارق اكلم ربنا احب في الناس اخدم ربنا اقرى كلامه لما يوصل انه بتبرمك كده بقى ده طبعه يبقى وصل لللي احنا بنقول ايه بقى فعلا قديس ساعات يبقى كده وعلى فكرة ساعات ربنا يشجعنا فيعمل ايه بقى يوجعنا يمرضنا يعطلنا عن شهوات الجسد لغاية ما تكفر بالجسد فتلاقي انك ما عندكش اختيار غير انك ايه تمشي في شهوات الروح فلما بتيجي امراض او يجي عجز او يجي ظروف كتيرة تقص من الكرامة او تقص من الجسد هو الحياة ده ليك ده فايدتك عشان تمشي في الاتجاه الجديد وتشبع لغاية ما تتعود وتتبرمك وتقول خلاص كده ايه معك لا اريد شيئا على الارض تعالوا نحط انواع الشهوات الروحية ده اللي هيبقى موضوعنا طول المؤتمر اول نوع هنحطها بلغة شهوات الجسد لانها مفهومة اسر شهوة الاكل بس الروحية يعني زي ما انت طبعا فاهم شهوة الاكل كويس اوي لكن روحيا بقى بناكل ايه اول حاجة تتاكل في شهوات الروح هو الانجيل الانجيل مفروض يوصل جوانا الى انه يبقى شهوة نفسنا ربنا يدينا يعني لغاية ما نشتهي قعدة الانجيل نشتهي يعني تبقى مبسوط وانت قعد مع الانجيل مش عامل مجهود نفسي تبقى فرحان بقاية اول مرة تفهمها عاوز تقولها لكل الناس عملت عيدها وتزيتها تبقى انت بتحفظ بتعمل مبسوط كلام ربنا دي اسمها شهوة شهوة اكل بس الروحية وده اللي بيقوله المسيح في الصيام فأوله لو تاخدوا بالكم الصيام الكبير تاني اسبوع الكنيسة تقول لنا ايه المسيح مواصينا كلنا يقول ليس بالخبز وحده بل بكل كلمة يبقى كل كلمة هي لقمة من السماء كل كلمة تخرج من فم الله هي حتة لحمة من السماء يعني اللي انت بتحبه في الاكل ايه ده بقى البديل والبديل السماوي والبديل وده اللي عايشك صح تاني نوع من الاكل الروح هي شهوة المعرف هي قريبة للانجيل بس المعرف يعني وانت بتسمع وعظة مبسوط مش عاوز تخلص فرحان بالكلام مستخسر تخلص وانت بتقرأ كتاب روحي او قول القديس بتقعد تعيده وتزيد فيه بمزاجك عمال تعيده لانك فرحان بالفكرة بالاكتساف تقرب من حد من بتقرب بنا انت عاوز تقعد معاه وعاوز تتفرج عليه وتشبع من كلامه يبقى هنا شهوة المعرفة الروحي اللي هي اساسها الانجيل برضو لكن ده نوع من الاكل زي ما يحنى واندراوس في اول انجيل يحنى المسيح يقول لهم عاوزين ايه فكان الرد يا سيد اين تمكس بس عاوزين هاجة غير نقعد معاك بس بس عاوزين هاجة بس عاوزين معجزات ولا عاوزين فلوس ولا عاوزين حتى نبقى مشهورين زيك يعني عاوزين نقعد معاك شهوة الاكل الروحية التالتة هي التناول مفروض ان احنا كناس روحيين يبقى الواحد متوحش الاداس والتناول وعشان كده الكنيسة غاوية قدسات وغاوية من اولاد تبقى داخلين على صيام يونان مش عايلين هم يوه هنقعد للدهر نصدع بقى لا ده انت جاي مش تاقيا سلام بقى قدس طويل وهادي كده وبمزاج عشان نحس بربنا يبقى شهوة روحية وتتناول بقى وتتحد بالمسيح يبقى بتاكل بس الموضوع مش فلو طعمية ولا فراخ و لحم خلاص الموضوع بالنسبة لك الافخار ستي هاكن ربنا اكل انا عاوز يغى اكتر من كده تاني نوع من الشهوات الروحية شهوة الاخر الاخر روحيا يعني ايه ما هي الشهوة بيحركها كلمة الحب ما انت بتحب الاكل بتحب الفلوس طب يلا نظبط بقى بتحب الناس طب يعني ايه شهوة الاخر محادي شفهمها غلط شهوة اننا افرحك شهوة اننا اريحك دي شهوة شهوة مر قابلت كاهن راجع من الخدمة كده وشه منور فبقول له ربنا خليك لينا فقال لي راجع فرحان قوي كنت في مشكلة زوجي خادت تلات ساعات بس في الاخر اتصلحوا وصلنا فانا فرحان قوي شهوات روحية يعني المناهدة والتعب هو مش حسوا بس هو عنده شهوة روحية انه ينقذ البيت ده ويريح الناس دي ويرجعهم لربنا يبقى شهوة خدمة ما بقاش الموضوع بقى ايه يوه على نكد الناس وهمهم لا لا ما فيش كده ده هو بالنسبة له متعة انه يلحق بيت ينقذه بدلا ما يروح في ايد الشيطان شهوة الاخر يعني الحب انت عاوز حد تاني يرتاح على فكرة دي حتى على ربنا شهوة الخلوة تمشي هنا بمعنى ايه نفس رب اقعد معاك اجبع بيك افرحك احكي معاك وهو اخر برضو شهوة الافخازتين نفس المعنى انك تتحد في الزواج الالهي ده طيب شهوة الغنى دي مش محتاجة كلام معروفة في الدنيا اكتر من اي شهوة الدولار وطبعا ببدائله يعني عند الستات مش مهم الدولار مهم الالماظ مسلا بسيهية وعند الرجالة ممكن تبقى عربيات او اصفار مش لازم عربيات بس في البنك كام سفر يقول لها سفر في الاخر بس دي ما دي شهوة في ناس عايشة عشان تبص على الاكاونت كل شوية او على البورصة كل لحظة مش كل يوم ليه لانه هي دي شهوة ان الارقام تزيد او الممتلكات والمقتنيات دي اللي بتحركه طبعا عنده كله ده غلط طب هل فيه شهوة غنى من النوع الروحي طبعا كتاب يتكلم فيها كتير اوي هي اول حاجة تغنيك الفضيل او التواضع حد فينا وصل الى التواضع بتاع الأمنا العدرق او يحنى المعمدهن الناس الاغنية جدا من الروح دول دول يبقوا قمم وحاسين انهم اخر ناس وشايفين كل الناس حلوة احترموا كل الناس ويوقف زي العبد الغلبان يقول انا ماستهلش افك سيور حزاؤه يا يوحنى انت مش عارف قدرك انت اعظم مواليد النساء حاجة يعني ما حصلتش يقول انا استهل افك رباط جزمته والعادرة تقول انا خد دامة انا امت الرب عمل مني حاجة يعني هي مش عارف هي مركزة خالص فانها غنية جدا بالروح شهوة زي العطاء دي عكس بقى خالص الدنيا في الدنيا الناس عاوزة تاخد في واحد بيبقى بيتفنن يدي ازاي بيتفنن يطلع ازاي عنده شهوة وهو بيطلع من بيته وبيطلع من جهده وصحته مبسوط جدا وسعيد وهو بيعمل كتا ويبقى فرحان قوي ان الدولاب هدي شوية خس شوية والجب فضي شوية الحاجات دي تفرحوا عكس البشر الطبيعيين الست من دول ما كانش دولاب ما يدخلش في حاجة جديدة ما تعرفش تنام والجب لو ما كانش مليان يبقى قلقان مش ده اللي ربنا بالعكس والجب لو ما يبقى فاضي تبقى مبسوط المفروض تبقى خفيف شهوة الغنى الروحي شهوة النقاوة عارفين زي واحد نفسه بعد يوم طويل عرق وطراب ياخدوش سخن كده نفس روحيا ده احساس جميل شهوة ان قلبك ينضف ما فيش ولا فكرة وحش ما فيش ولا شعور وحش كله جوه نضيف كده كل الافكار مقدسة كل المشاعر مقدسة ما دي شهوة شهوة جميلة ان الواحد يبقى ما فيش ولا حاجة غلط جواه شهوة اخرى شهوة الكرامة بلغة الدنيا كرامة بس في حاجة عندنا اسمها كرامة روحية كرامة روحية عندنا ما لهاش علاقة خالص بشهرتك واسمك ومركزك وقدي عارفينك والبدلة اللي انت لابس ما لهاش علاقة ده الكرامة تزيد روحيا بالتجرد كلما الانسان بقى متجرد متجرد يعني لا يعنيهوش حاجة كلما كرامته في السماء زادت دي كرامة روحية كرامة روحية للقدسين المتجر الزهاء الزاهدين يعني الزهد ده يدي كرامة دي كرامة روحية في الاختفاء يعني القدسين الكبار كان يحبوا الاختفاء البابا كيرولوس كان كان زعلان جدا انه هيبقى بطرك لانه هو غناه في الاختفاء اللي هو كان فيه كان فرحان جدا بالطحونة اللي ما حادث دريان بيها دي يعود مع العقارب والتعبين والسراصير طول الليلة وهو مختفي كده كان سعيد لانها شهوة شهوة ان الناس ما تعرفوش عشان ربنا يعرفوا من شهوات الكرامة شهوة التعب ده فيه قدسين اشتهوا يتظلموا او يتهانوا او يستشهدوا باي درجة طبعا دي شهوات عالية بس هو عارف كويس قد ايه ترجمتها في السماء هتبقى كرامة كبيرة قوي انه تظلم او تهان او تشتم من اجل المسيح قال لنا اح روحوا ابونا شنودة اللي كان معانا من ولاد كنيستنا وخدم في المرج وبعدين رح السماء بسرعة كده سبقنا كلنا فكان يقول لنا احنا نمشي في المرج ساعات ربنا يكرمنا بشتمتين عالصبح كان يقول لنا كان يكرمنا فايه كان دمه خفيفة فطب ما بتتضايق شابونا اتضايق ازاي دي كرام تتكاهن فينا لما يتشتم كان يقول كده دي الكرامة قدام ربنا اننا عالعمة دي تجيب لي الكلام دي كرامة تجيب لي الكلام الوحش الكلام الحلو ده ما يسواش اذا ده واحد فهم صح لشهوات الكرامة الصح شهوات الاقتناء كلنا نحب نقتني وتلاقي الست من دول عندها طبق مصدي بقاله سنة لما راح للجران قعدة بتفرك الجنان ما رجعهوش يا شيخة الطبق ما يجيبش اتنين جنيه حطيه مع الزبال حتى برا الزبال يمكن ما رداش يخطو انما هي تعبانة نفسيا جارتي خادته وما رجعتوش دي اسمها شهوة القنية القنية دي عمية يعني ايه حاجات ما تستهلش بس ازاي والقلم اللي يروح تبقى زعلان عليه هو اساسا خلصان القلم زينة يعني انما زعلان ازاي حد خد القلم ما رجعهوش شهوة قنية طب في الحتة الروحية اقتناء النفوس ده حاجة تاني خالص بقى بس مهم عندك ايه خالص بس في واحد بيقتني نفوس بيختني بالنفوس في بقى عنده روحيا فرحان قوي ان كان بيخدم جاب ثلاثة للخدمة دي بالنسبة له انجاز وفرحان جدا لانها كانت شهوة عنده ان يجيب اخوه اللي ما بيخدمش ده يدخلوا الخدم بالنسبة له شهوة يا بختو فهم صح واحد مثلا يقتني الفضائل بقى لسانة بيجاهد يزبط لسانه فتحسن ففرحان لانه عنده شهوة ازاي لسانه ما يطلعش كلمة غلط بقت شهوة كده مسيطرة على دماغه ومركز فيها جدا يا بختو لانه عمال يقتني يقتني حاجات غالية قوي عند ربنا عند الناس مش حدش فهم امت شهوة الاقتناء الكنزي في السماوي يعني ايه كل حاجة بنعملها هنا بتترجم في السم كوباية المهي بقليها رصيد طيب السؤال عن الناس اللي هو رصيد اكبر والحب اللي فيه تعب اللي هو رصيد اكبر واكبر وشيلة حم الناس وسقة للناس وحمل الناس كل ده رصيد ففي واحد عمال ايه يركز في الرصيد ففرحان قوي ان اليوم ده النهاردة يقولك ده انا زرت خمسة مردة ريكورد مبسوط ايه اللي خمسة مردة واحد تاني يبسله ودي حاجة تبسوط يعني ده حاجة توجع القلب هو مش شايفة كده خالص هو بصص لها انها شهوة روحية شهوة الراحة كلنا بدون استثناء بعد اي يوم شغل او تعب بتبقى عاوز السرير عاوز تنام عاوز التكييف عاوز ميساعة ايوه دي اسمها الراحة ودي غريزة يعني شهوة طبيعية تلقائية يقابلها شهوة اخرى روحية هي شهوة الراحة الابدية انك ترتاح من الخطية اللي في حياتنا ترتاح من الصراعات ترتاح من جو العالم المظلم وتدخل عن نور الابدي وراحة في حضن ربنا الى الابد ومش بكآبة ولا قرف خالص لا دي شهوة مقدسة شهوة الاستشهاد شهوة التعب المقدس عكس الراحة الارضية يعني تبقى فرحان وانت بتتعب ومأجل الراحة للسامة شهوة المتكأ الاخير بينما اغلب الناس بيحبوا يطلعوا في الاول ويتعرفوا ويبانوا الناس الروحيين شهوتهم يروحوا حتى يستخبوا محدش يعرف يحكى عن قديس اسمه القديس ماكاريوس السكنداري قديس ماكاريوس السكنداري كان راهب ناسك وبعدين بقى رئيس دير وبعدين بقى ربنا عمال يديله كرامات بقى يعمل معجزات وبقى اتولاده كتار قوي وحبينه زيادة والناس بتجيله من الشرق والغرب فمش عاجبوا الحال مش عاجبوا لانه عمال يفتكر لما دخل الدير اول يوم وهو نكرة كان مستمتع بربنا اكتر فقام في ليلة ساب ديره وطلع في الصحراء وسافر اميال وراح على دير تاني بعيد خالص محدش يعرفه يسمعوا عنه بالاسم كل الناس تسمع عنه بس ما هتشافه اش طبعا هو كبير في السن وكانوا يلبسوا كده زي الفلاحين عادي فمش فارق راهب من راجل عادي مش بينين قوي بالزي زي دلوقت خبط على الدير ينفعت رهبن فالرهب اللي على البوابة قال له دلوقت جا تقولني انفعت رهبن بعد ما شبعت بالدنيا وسمعوا كلمتين وهو جاي له بقى راجل كبير بيقول له عاوزة رهبن يقول له بس قابلني اتوب لا يا سيدي ما عندناش بناخد شباب فضل يتحايل لطعوا عالباب كم يوم ده رئيس دير لغاية ما خافوا يموت فدخلوه قالوا له اللي زيك مش هترهبن احنا بس ايه خفنا عليك يحصل لك حاجة هنديك اللايا تعبانا في اخر الدير اعاوز تمشي في اي وقت امشي هو طبعا ما صدق لانه كان عاوز كده انه ياخد اللايا في اخر الدنيا محدش يدرى بي دخل عليهم الصيوم الكبير اتاري بقى ده نسكه عالي جدا فكان يقعد بالايام ما يطلعش هي كوباية المية ولا الاقل بتاع دي القلة ومكفيها بالايام لانه كان بيقطع بالايام صيام فاشتكوا الرئيس الدير قالوا له الراجل ده مش طبيعي شكله في عفاريت واحنا مش نقصين صياطين يعني ما قالوش عفاريت يعني هم مخهم راح لغاية كده رئيس الدير تشكك وخدها بالرح فرح في ليلا يقرب من القلايا المحدوفة دي بتاعت الراجل الغريب ده اللي ما بيطلعش غير فين وفين ياخد اللقمة دي ويدخل فبيقولوا ما يل جنب القلايا لقى الدنيا من ورق جوا وبخور وملايكة فدخلوا بقى قالوا انت مين قالوا انا حتت راجل عجوز ما نفعش اطراف قالوا لا لازم اعرف قرارك فين لما قرروا فقالوا انا ما كاريوس قالوا اللي بنسمع عنه قالوا اه بعدها بساعة اختفى من الدير اول ما راح يبلغ الرهبان كان راح لدير تاني وبدأ القصة من اولها تاني ده عنده شهوة ان يفضل مجهول الى هذه الدرجة احنا طبعا ما احناش رهبان ومشان نعمل كده لحد عارفنا ولا حد عاوز يعرفنا انما انما بصوا للتفكير الحلو انت بتبقى نفسك الناس تعرفك يا اخي صدقني اللي فاهمين صح بيبقوا نفسهم في العكس مش فارق معهم حد يعرفهم لانه لو كنت القديس باسيليوس يقول كده لو عرفت كثيرا عند الناس احذر لألا تكون مجهولا عند الله يعني لو كنت حريص قوي ان الناس تعرفك خاف على نفسك لكن ده على حساب علاقتك بربنا ومعرفة ربنا بيك شهوة المتكأ الاخير انك تبقى في الاخر ما فيش كرامة تبقى يعني بنسي تبقى فرحان وانت بتتنسي مش فرحان وانت بتتكرم تبقى بتزجد تحت رجلين ربنا ورجلين ولاده شهوة الشفاء الروحي اخر كلمة قولها المريض اكتر حاجة بيشتهيها ايه الصحة شفاء وفيكو حد مش مريض روحيا طب ليه ما عندك شهوة تخف من الادانة تخف من الطمع تشفى من الكسل تشفى من مخك اللي عمالي هلوس في افكاره وحشة لازم تبقى شهوة مسيطرة عليك نفسي يا رب خف كان المريض بيصرخ صبح وليل انقذني وشفيني طب انت بتصرخش ليه ما انت عندك مرض عصع فتبقى الشفاء شهوة شهوة الحرية من الخطيئة او الحب النقي اللي مفوش فساد او الصلوات الدائمة كل ده شفاء لإلهنا كل ما جذكره